اشتركوا في القناة وقال سموه هذا تحدي جديد ومثير للفريق وبالنسبة لي شخصيا لقد أثبتنا أننا قادرون على التنافس مع الأفضل ولن تتحسن إلا إذا حفزت نفسك لقد أصبح تحدي جيتي العالمي أوروبا معيارا لقياس أداء السائقين والفرق والمصنعين كونه يجذب الأفضل في العالم وأضاف لقد اكتسبنا الخبرة في التعامل مع التحديات من خلال المشاركة في بطولة الخليج 12 ساعة وأثبتنا أننا قادرون على خوض المنافسة مع الفرق الكبيرة إننا عازمون على تقديم كل ما لدينا للنجاح في هذا التحدي الجديد وسينافس فريق توسيز موتر سبورز في الكأس الذهبية بقيادة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة ولويس وليامسون ومارتين كورديش وستدور البطولة في مدن أوروبية مختلفة قبل أن تتوجه في جولتها الختامية إلى الشرق الأوسط حيث ستستضيف المبلكة العربية السعودية الشقيقة سباقها الأول من البطولة ترجمة نانسي قنقر